اشتركوا في القناة ما ترى قال سيدنا الخضر وهل يفعل هذا بروحه احد قال الرجل خلاص لقد زهقت من دنياي واريد ان اموت لا املك من الدنيا شيئا ولست بالقادر على عول مرتي وعيالي فالموت لي افضل قال له سيدنا الخضر قم يا رجل ولا تفعل هذا بنفسك سوف ادعو لك ربك يفك لك ضيقك ودع الخضر ثم عاد الى الرجل وقال له لقد اعطاك الله ثلاثة ادعية فلو اردت ان تكون اغنى الاغنياء استجاب الله لك اذا دعوته فرح الرجل كل الفرح وجرى الى مرته يقول لها خلاص لقد فرجها الله وحكى لها ما حدث ففرحت هي الاخرى وقالت له اعطني منها دعاء قال لها وما تصنعين به قالت اريد دعاء خلاص قال لها يا ستي اهديك الله يرضيك دعيه ننتفع به فيعود النفع علينا جميعا انا وانت والعيال ونعيش مستورين مبسوطين قالت له لابد ان تعطيني دعاء ولما وجدها مصممة قال لها اعطيتك دعاء من الثلاثة ولم تكد تأخذ الدعاء حتى قالت يا رب اجعلني اجمل وحدة في الدنيا وفي الحال تبارك الخالق فيما خلق قال زوجها يكفينا الدعاءان نعيش بهما وفي اليوم التالي خرجت امرأته الى البحر تملأ ماء وبينما كانت تتبختر على الشط تتباهى بجمالها اذ شافها ريس الغليون نظر فرأى نورا يبهره لقد بهره جمالها وخرج اليها واخذها وخرج زوجها يبحث عنها قالوا له شفها ريس الغليون فاخذها واغطاذ الزوج وصار يهرأ نفسه هرأا ومن شدة غيظه صاح اللهم امسخها قردة واستجاب الله لدعائه وبهذا يكون قد ذهب منه دعاءان ولم يبقى معه الا دعاء واحد وبص ريس الغليون فوجدها قدامه قردة فاسرع عائدا بها ليرميها مطرح ما اخذها ولما عادت الى بيتها خاف منها اولادها وكلما ارادت ان تقترب منهم خافوا وابتعدوا واشفق عليها زوجها واشفق على العيال فقال اللهم ارجعها الي الى ما كانت وعادت الى ما كانت وذهبت الادعية الثلاثة وبينما كان سيدنا الخضر مهرا اذ لقي الرجل كما كان مدفونا في الرمل الى رقبته فقال له سيدنا الخضر يا هذا ماذا دهاك زعق الرجل اردم يا خضر اردم الفكر اراد العصور ان يجرب مدى قدرته على الطيران فانطلق الى اعلى 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 من اعلى جبل فلمحه النسر مليك الفضاء فشاط عقله وانقض عليه وامسكه ثم قال له كيف تجرؤ ايها القزم الصعلوق على ان تدخل مجال الملوك لا احد يجرؤ على ان يتخطى الحدود التي رسمتها لسكان الفضاء لقد حكمت على نفسك بالهلاك رد العصفور الصغير بطلاقة لقد خلق الله الفضاء لكل من يستطيع الطيران هل في فكرك انك تستطيع منعي لاني ضعيف او اني لا استطيع ان اتي لك بمن يقتلك ذهل النسر من جرأة العصفور وقال انا اهناك من يستطيع ان يقتلني انا قال العصفور بهدوء عظيم نعم سارسل لك من يقتلك اقتاز النسر وقال اذا اذهب وارسله من الفور انا في انتظاره ومضى العصفور لحال سبيله وقبع النسر اعلى في اعلى اعلى جبل وهو يفكر ويقدر من يترى يستطيع ان يقتل النسر ملك الفضاء اهو الصقر لا لن يجرؤ على التفكير في تخطي الحدود اهو العقاب هراء لانه لا يقصر اهو الرخ مستحيل لانه لا وجود له الا في الخيال اهي الحدقة اهي اهو اهو اهي من يجرؤ من يكون من يترى وتسلط الفكر على النسر وانشب في رأسه مخالبه وجافاه النوم وعاف الطعام والشراب حتى نسلة وتقى مات الحق والزور الحق والزور ابناء عم كان يتنقلان وراء لقمة العيش من بلد الى بلد وكان الناس جميعا يميزون الحق من الزور وكنت عندما تسأل هل الحق هو الذي يمشي ام الزور يأتيك الجواب من الفور الحق هو الذي يمشي بالطبع وذات يوم بينما كان خارجين الى بلد بعيد يا سعيان اذ قال الزور للحق بدلا من ان يتعبنا المشي ويهدنا لما لا يحمل الواحد منا اخاه بعض الطريق ما رأيك قال الحق لا مانع ولكن من يحمل الاخر اولا قال الزور احملني انت اولا وحمله الحق ومشى به ظل يمشي به ويمشي الى ان احس بالتعب فقال الحق للزور انزل عني لاركب قال له الزور بل امشي بعض الوقت ومشى به بعض الوقت ثم توقف قائلا له خلاص لقد تعبت قال الزور طيب فلنحتكم الى هؤلاء القادمين وحينما اقترب الناس سألهم الزور يا جماعة هل الحق هو الذي يمشي ام الزور قال الناس الحق هو الذي يمشي بالطبع ومن يومها والحق هو الذي يمشي والزور يركب ترجمة نانسي قنقر